بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين هنراجع بإذن الله تعالى النهاردة مادة تكنولوجيا المعلومات أو التكنولوجيا والاتصالات للصف الرابع الابتدائي بحل ما يقرب من 140 سؤال نزلتهم الوزارة وقالت إنهم مش هيخرج منهم الامتحان وانتو عارفين المادة دي مليانة شوية عايزين بس أولياء الأمور يركزوا معانا ويحاولوا يحفزوا الأولاد الأسئلة دي بعد ما احنا هنشرحها لكم ونفهمها لكم ونقص على كل سؤال سؤال تاني علشان يبقى فهمناهم كويس بإذن الله تعالوا يلا نبدأ بداية بسم الله أول حاجة معايا امتحان طبعا ديسمبر هنبدأ أول سؤال السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وخطأ أمام العبارات الخاطئة أول جملة معايا تعمل أجهزة الإدخال في الكمبيوتر على معالجة البيانات في الأول حاجة إيه هي أجهزة الإدخال اللي هي الحاجات اللي بندخل بها كلام جوه الكمبيوتر يعني زي الفارة زي لوحة المفاتيح زي الماسح الضوئي زي الحاجات دي كلها وحدات إدخال للكمبيوتر تمام فهل أجهزة الإدخال دي تعمل على معالجة البيانات؟ لا طبعا الإجابة خاطئة طب إيه اللي يعمل على معالجة البيانات؟ طبعا الوحدة المركزية لمعالجة البيانات هي اللي بتعالج البيانات تمام؟ طيب شبكة الإنترنت غير مهمة في الحصول على المعلومات غلط تماما لأن أنا لما حب أجيب معلومات هجيبها من على الشبكة أنا لو ما عنديش نت في التليفون هعرف أخش على نت واجيب معلومات؟ لا يبقى الكلام ده غلط طب تلاتة يستخدم جهاز مقياس المغناطيسية نقوله غلط غلط ليه؟ الأقمار الصناعية أو أنا عايز أحدد الاتجاهات هستخدم الجي بي اس اللي هو جهاز تحديد المواقع طب لو أنا عايز أستخدم جهاز مقياس المغناطيسية يبقى أنا كده ببحث عن الحاجات في بطن الأرض الأجسام تمام؟ طيب تساعد برمجيات تكبير الشاشة لأشخاص ضعاف البصر فعلا يعني مثلا الشاشة التليفون صغيرة يجي وإحنا بنشوف الفيديو بتاع القناة شرح واللايين بتاعتنا دي تيجي انت بقى بابا يتكبره لك شوية كده يبقى كده بيضعف ضعاف البصر طب هل أنت ضعيف البصر؟ لا إيه الشاشة صغيرة إحنا بنكبرها طب لو واحد ضعيف البصر وكبرنا له الشاشة يبقى استفاد ولا لا؟ استفاد يبقى الإجابة صحيحة تمام؟ طيب وحدة المعالجة المركزية نوع من البرمجيات طبعا إجابة خاطئة تماما لأنها مش من البرمجيات طيب يعدوا الحجب إيه الحجب ده؟ اللي هو بلوك إنك هتعمل لواحد بلوك على أساس لا يكلمك ولا تكلمه ده يعتبر من طرق التواصل؟ غلط طبعا لأنه مش من طرق التواصل ده أنت كده حجبت وقفلت عليه التي نحصل عليها بعد معالجة البيانات طيب إجابة صحيحة ليه؟ لأن المعلومات أول ما أنت المال بتبحث وجات لك المعلومات اللي أنت عايزها أنت بتبحث عن مثلا أسئلة الوزارة في مادة تكنولوجيا الاتصالات جات لك المعلومات اللي أنت شايفها قدامك دي يبقى كده أنت وصلت للنتيجة بتاعتك اللي أنت عايزها يبقى دي صح عملية إدخال البيانات هي آخر مرحلة طب إزاي؟ إدخال البيانات دي البداية إزاي تبقى آخر مرحلة يبقى الإجابة دي خاطئة طريقة برايل تحول الحروف إلى رموز بارزة أيوة صح لو عندنا حد كفيف ما بيعرفش يقرأ بيعنيه علشان هو ما بيشوفش يعني بيبقى ربنا كريمهم ويكرمهم كمان فبنعمل له حروف بارزة علشان بيقرأ بيها وده بنسميه طريقة برايل يبقى الكلام ده صحيح حزف برنامج الورد من الجهاز يساعد على حل معظم المشاكل طب إزاي؟ برنامج الورد اللي أنا كاتب عليه الكلام اللي أنت شايفه قدامك ده طب لو أنا حزفته هعرف أكتب؟ لا يبقى الكلام ده غلط طب تعتبر الكتب والمجلات من مصادر جمع البيانات أنا عايز ألمي معلومات عن حاجة معينة أجيب كتاب من هنا ومجلة من هنا لا يبقى الكلام ده صح؟ ما الكتب والمجلات من مصادر جمع البيانات أو المعلومات تساعد أجهزة الإخراج على معالجة البيانات أجهزة الإخراج بتساعد على معالجة البيانات طيب أجهزة الإخراج بقى اللي هي اللي إحنا عكس وحدات الإدخال اللي إحنا قلناها معالجة البيانات طبعا كده كده غلط لان احنا قلنا ان معالجة البيانات لها الوحدة المركزية لمعالجة البيانات يبقى لا الادخال ينفع ولا الاخراج ينفع مع معالجة البيانات يمكنك تنزيل الدولود الملفات دي على جهازك بدون شبكة الانترنت طبعا غلط طب ازاي بقى الدولود من غير نتة هنزله ازاي؟ لازم يكون فيه انترنت مال هنزل منين؟ من النتة طبعا فما فيش انترنت يبقى منفعش تنزل طيب يستخدم البريد الالكتروني لمشاركة البيانات والتواصل بين الاصدقاء اجابة صحيحة لو عندك ايميل عامل عليه فيسبوك ولا اي حاجة فانت من خلال الايميل ده بتعمل ايه اللي هو بنسمي البريد الالكتروني بتتواصل مع اصدقائك رقم 16 يساعدنا اختيار كلمات البحث في الحصول على نتائج البحث المطلوبة طبعا نتائج ده حاجة صحيحة تكتبت اسئلة التكنولوجيا هتجي لك اسئلة التكنولوجيا مش هيجي لك اسئلة الدراسات مثلا تمام اللي عايز الدراسات هنسيب لكم الرابط في الفيديو برضو بالفيديو دراسات برنامج معالج الكلمات الورد نوعا من الاجهزة اجهزة ازاي؟ غلط الكلام ده ده برمجيات يبقى ازاي باجهاز لوحده تمام يمكنك رؤية ما تفعله على جهازك بالنظر الى شاشة العرض ايو طبعا انت دلوقتي انا بكتب على شاشة العرض اهولي على مادي فانا شايف اللي انا بكتبه يبقى الاجابة دي ايه؟ صحيحة تساعدنا شبكة الانترنت في ايجاد المعلومات التي نرود الحصول عليها صح تماما ما احنا بنبحث عن اي حاجة بنلاقيها من مخاطر الانترنت تستخدام الاخرين بياناتك الشخصية صح مئة بالمئة مديش كلمة سر الحد ولد الايميل بتاعي الحد كده يعني تمام؟ طيب يستخدم نظام تحديد المواقع اللي هو الجي بي اس في ايجاد الاماكن التي ترغب في زيارتها عاوز تروح تزار مكان معاين ومش عارفوا فين فبتبدأ تستخدم الجي بي اس صح 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 طيب المسح الضوئي اللي هو زي بنسميه سكانر استخدم في طباعة الصور من الكمبيوتر على الورق طبعا غلط او من اللي بيعمل العملية دي؟ الطبعة الطبعة هي اللي بتعمل العملية دي نظام التشغيل ليس ضروريا للتعامل معه جهاز الكمبيوتر ازاي؟ عمال هيشتغل ازاي ان شاء الله جهاز للتشغيل؟ آآ الكمبيوتر يبقى الكلام ده غلط الاقمار الصناعية ظهرت في عصر الصورة الميكانيكية لازم احفظهم كويس عشان مطلق بطش طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط انما الاقمار الصناعية في اخر حاجة في التحديث عند حاجب شخص ما فانه يمكنه رؤية منشوراتك يشوفها منين؟ طالما انت حاجبته يبقى هيقدر يشوفها يبقى الكلام ده ايه؟ غلط برضو طيب تستخدم علامات التنصيص اللي هي الاقواز دي تمام؟ لحصر نتائج البحث التي ترغب فيها صح طبعا اجابة صحيحة انت عاوز تحصر الموضوع ده بينقسين عاوز توضحه يبقى انت هتعمل الطريقة دي ماشي؟ طيب اه لا ضرر من الحصول على بيانات احد زملائك ما فيش ضرر من الحصول على بيانات احد زملاتك يعني انت هتبص على بيانات واحد وتشوف الحاجات بتاعته الكلام ده غلط بدون استئذان كمان يبقى انت ملكش حق خالص في الموضوع ده يستخدم علماء الاثار الرادار المخترق للارض لايجاد الاشياء فوق الارض الله هو اسمه المختارق للارض وهيلاقي الحاجات فوق الارض غلط ازاي هو تحت الارض ويلاقي حاجات فوق ما ينفعش نظام تحديد المواقع الجي بي اس بيتصب الاقمار الصناعية عشان يحدد المواقع نقول له الكلام ده صح الباسكلين اللي هي الالة الحاسبة مثال على اختراع من عصر ما قبلة ما قبلة لا هي مش ما قبلة هي في الثور هيبقى ازم ده بلط تمام طيب استخدمت الكهرباء للمرة استخدمت سوري استخدمت الكهرباء للمرة الاولى في عصر الصورة الكهربائية الميكانيكية اجابة صحيحة ما هي في عصر كهربائية يبقى استخدمت فيها طيب لوحة المفاتيح هي جهاز يستخدم لاستخراج البيانات المفاتيح بتستخرج البيانات لا دي ادخال اللوحة المفاتيح وحدات ادخال مش اخراج اخراج زي الطبعة بقى بتخرج لنا المعلومات على الورق وكده نستخدم المسح الضوئي لادخال النصوص والصور اجابة صحيحة المسح الضوئي بيدخل في النصوص والايه والصور وحدة المعالجة المركزية هي نوع من البرمجيات نوع من البرمجيات هنقول له ايه اجابة خاطئة لانها ايه مش برنامج هي عشان بيتعمل التكنولوجيا المساعدة هي تقنية تساعد الاشخاص زو الهمم على الممارسة حياتهم اليومية ايوة صاحب يعرفوا يتواصلوا مع الناس وسهلت عليهم الامور شوية فعشان كده ايجابة صحيحة اذا لم تتمكن من ايجاد ملف بحث بحثت عنه يعني يجب اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر طبعا خطأ وحاجة لا مش لقيها اقفل الكمبيوتر وافتحه وبقالقاها لا طبعا يمكنك جمع البيانات من عديد من مصادر مختلفة ايوة صح كتب المجلات الانترنت كل المصادر دي يجب على الباحسين ان يستخدموا دائما المقالات المنشورة لعرض معلوماتهم واحد باحس هيستخدم المقالات المنشورة عشان يعرض المعلومات بتاعته طبعا غلط انت ملكم ان المقالات منشورة اني مش بتاعتك يعد استطلاع الرأي والتجارب من اهم مصادر جمع البيانات استطلاع الرأي والتجارب لجمع البيانات طبعا اجابة صحيحة يجب الاستئزام قبل نشر اي معلومة متعلقة باصدقائك حاجة بتاعت صاحبك لازم تستأذم منه يبقى اجابة صحيحة السؤال التاني اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاختيارات التالية تقوم كزا بتحويل الحروف الى رموز بارزة فيمكن قراءتها عن طريق اللمس احنا قلنا فاول الفيديو ان في حاجة اسمها طريقة برايل بتحول لنا الحروف للناس اللي ما بيشوفوش علشان يقروها بصوابعهم وده نظام اسمه طريقة برايل يبقى الاجابة هتوبقى برايل طيب يستخدم كزا كوسيلة اتصال في العصر الحديث البريد ولا الاقلام الرصاص ولا الاقلام الحبر البريد الالكتروني طبعا هو اللي بيستخدم كوسيلة اتصال في العصر الحديث تستخدم كزا للتواصل بالصوت والصورة ايه اللي يتستخدم للتواصل بالصوت والصورة محادثات الفيديو ولا المقالات ولا المدونات طبعا محادثات الفيديو يفضل كزا بعد اصلاح او اعادة تركيب الفارة بالجهاز للوقت انا هخلع سلك الفارة واركبها تاني يبقى ايه اللي يفضل توصيل الشاحن ولا التأكد من التواصلات ولا اعادة تشغيل الجهاز طبعا اعادة تشغيل الجهاز المكان المسؤول عن ادخال البيانات للكمبيوتر لوحة المفاتيح ولا لوحدة المعالجة ولا الطبعة ادخال ادخال يبقى اكيد تبقى لوحة المفاتيح تمام تستخدم الكاميرا والميكروفون فين في المقالات المنشورة ولا في محادثات الفيديو ولا في الرسائل النصية الكاميرا والميكروفون اكيد في محادثات الفيديو تستخدم كزا للتعبير عن ارائك الشخصية المدونة ولا البريد ولا نظام تحديد المواقع اكيد المدونة دي حاجة بتنشر فيها كل يوم حاجتك يعني بتنشر بها ارائك الشخصية وتكتب فيها مقالاتك يبقى دي محد بتاعتك انت محدش له فيها دخل بقى تستخدم برمجيات تكبيرش اشخاص للذين يعانون من ايه سمع ولا بصر ولا فقد احد الاطراف طبعا ضعف البصر بنكبرهم الشاشة عشان يشوفوا كويس طيب رسائل تدعو لاعلانات زائفة على بريدك الالكتروني دي بنسميها ملفات ولا رسائل مزعجة ولا بيانات شخصية بنسميها طبعا هي اسمها بالانجلش اسمات طبعا هي بنسميها هنا ايه رسائل مزعجة اعلانات زائفة يعني زي بيروسات وكده وحاجات ايه وانت مش عايزة يستخدم كذا لنسخ الورق داخل الكمبيوتر شاشة العرض ولا مركب الكلام ولا الماسح الضوئي طبعا اللي بيستخدم لنسخ الورق داخل الكمبيوتر هو الماسح الضوئي من الاجهزة التي يحتاجها برنامج معالجة النصوص للكتابة على الكمبيوتر معالج النصوص للكتابة على الكمبيوتر هو لوحة المفاتيح ولا الطبعة ولا السماعات معالجة النصوص طبعا لما تيجي تعالج نصوص انت بتستخدم ايه لوحة المفاتيح او بتستخدم مركب الكلام اللي انا عملت عليه دايرة ده تمام ممكن برضو جهاز يتيح لغير الناطقين التحدث اه هو مركب الكلام لغير الناطقين ان هم يتكلموا ايه فيه ارسل صديقك طلب صداقة على موقع تواصل اجتماعي تروح قابل للطلب على طول واحد بعث لك طلب صداقة تقبله على طول ولا تقفل جهازك ولا تحزف الطلب لا لا دا ولا دا اتأكد من هويته هو صاحبي ولا لا اعرفه ولا معرفوش تتميز عصر تميز عورس عصر الصورة الالكترونية بظهور ايه الالكترونية كمبيوتر ولا قلت الطباعة ولا الرموز الهيرغليفية طبعا الكمبيوتر المحمول من ايجابيات ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الايجابيات بتاعتها اسرق البيانات اساعد زوي الهمم الافراد في استخدام الاجهزة طبعا مساعدة الاشخاص زوي الهمم جهاز يساعد ضعاف السمع الماسح ولا الطبعة ولا السماعات طبعا السماعات لان هو طالما سامعي يبقى سماعات تمكنك من اخراج المقاطع الصوتية من الكمبيوتر الفارة مكبر الصوت برمجيات طبعا مكبر الصوت اللي هو من اجهزة الاخراج عند وجود مشكلة في فتح احد التطبيقات على جهاز الكمبيوتر فانت محتاج لايه اعادة تشغيل الجهاز ولا تبدل الفارة ولا تبدل لوحة المفاتيح اكيد اعادة تشغيل الجهاز اللي احنا بنقول عليها هنج حاجة هنجت يبقى انت هتقفل وتفتح تمام طيب تتضمن اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك ايه اللي يتضمن اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك معلوماتك ولا رسائل ولا تنزيل ملفات طبعا معلوماتك الشخصية معلومات واراء شخصية تعبر عن صاحبها متاحة للقراءة والتنزيل المقالات المنشورة ولا البريد الالكتروني ولا الرسائل النصية طبعا المقالات المنشورة هي اللي متاحة للقراءة طيب احد الاجهزة الملحقة التي تستخدمها من خلال محادثات الفيديو الطبع الماسح الضوئي الكاميرا محادثات فيديو يبقى انت محتاج كاميرا طب المعلومات تعتبر ناتج معالجة البيانات ولا المدونات الرقمية ولا البريد الالكتروني المعلومات ناتج ايه ناتج معالجة البيانات انت مال بقى ايه تجيب معلومة من هنا ومعلومة من هنا وبتدور في البيانات دي وتجمع يبقى ده ناتج ايه ناتج المعلومات ناتج البيانات يستخدم برنامج كذا لكتابة التقارير برنامج تكبير الشاشة ولا معالجة الكلمات word ولا سماعات الأزن طبعا لكتابة التقارير أكيد برنامج الكتابة اللي هو بنقول عليه الword تعالج البيانات إيه بقى اللي بيعالج البيانات الطبعة ولا الشاشة ولا وحدة المعالجة المركزية طبعا أكيد وحدة المعالجة المركزية اللي احنا بنقول عليها اللي يزال حفظ يعني تريده ان تجد احد الملفات على جهازك يبقى انت بحاجة لايه تقفل الجهاز وتفتحه ولا الضغط على ديليت التش كنترول ولا استخدام صندوق البحث بحثة طبعا انت عايز تلاقي حاجة يبقى تكتبها في البحث يبقى الاخير اللي هي ايجاد صندوق البحث. الامر المسؤول عن غلق تطبيهات جهاز الكمبيوتر الشخصي او المحمول غلق التطبيقات يعني زي ما يكون الجهاز واقف معك وعايز تقفل كل حاجة. ديليت التكنترول ولا ديليت التاب ولا ديليت تاب شفت طبعا ديليت التكنترول تضغط عليهم مرة واحدة كده بتلاقي ايه كل حاجة تقفد. طيب ارسل صديقك لك ملف ما وتريده حفظه على الجهاز. يبقى انت عايز تحفظه ازاي? واحد بعت لك حاجة على الفيسبوك وانت عاوز تحفظها في جهازك. يبقى هتنزل الملف ولا تحجبه ولا تستخدم المسيح الضوئي? طبعا تنزيل الملف. يجب الا تتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع زميل في مدرستك. او صديق معروف لك? او شخص مجهول يوده مشاركة بياناتك. طيب هنا بقى انت عايز ما تتوصلش. يجب الا تتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مين? مع زميل مدرسة? لا. طب واحد انت عرفوا? لا. طب واحد مجهول? ايوة واحد مجهول انا معرفوش. اتواصل معه بتاع ايه? من ايجابيات ادوات التكنولوجيا? التنمر? ولا مساعدة زوي الهمم? ولا الافراط? طبعا مساعدة زوي الهمم. ايجابيات يبقى ايه? مساعدة زوي الهمم. تتيح برمجيات تكبير الشاشة. رؤية المعلومات? ولا سماع المعلومات? ولا طباعة الاوراق? طبعا رؤية المعلومات. عندما يتصرف معك احد الاشخاص عبر شبكة الانترنت بطريقة سيئة. عليك ان تحجبه وتخبر شخصا راشدا من افراد اسرتك? ولا ترسل اليه رسالة? ولا ترسل رسالة الى اصدقائك الاساءة? طبعا تحجبه وتخبر شخصا راشدا يخبرك به المعلومات. قبل ان تعبر عن البيانات في رسم بياني. يجب مشاركتها الوكترونيا مع الاخرين. انت البيانات هتعبر عنها في رسم بياني? وعاوز تشاركها مع الاخرين? ولا تحليلها? ولا حاسفها? طبعا تحليلها. احليلها في الاول وتأكد منها. يسمح. يسمح مكبر صوت الكمبيوتر? باذا? بادخال معلومات سمعية? ولا اخراج معلومات سمعية? ولا طباعة الاوراق? طبعا بيستخدم ليه اخراج معلومات سمعية? تساعد ذو الهمم اللي هما فاقدي لاحد الاطراف من ممارسة حياتهم اليومية? الساق ولا لوحة المفاتيح ولا الكاميرا? طبعا الساق الاصطناعية هي اللي بتساعد احد ذو الهمم في ان هو ايه? يكمل حياته. المخطط الزمني للتطور التكنولوجي? معالج الكلمات والاقلام والالة? ولا الالة الكتبة? ولا الاقلام والالة الكتبة ومعالجة الكلمات? طبعا الاخيرة الاقلام في نفس الوقت والالة الكتبة ومعالجة الايه الكلمات علشان الموضوع بقى ايه? صعب. اكمل يقول لي تساعد كزا الاشخاص الذين ينعونا من ضعف البصل. ضعف البصل على طول بنختار لهم برامج تكبير الشاشة. ونحطها في الاجابة الاولى. طيب قضاء الكثير من الوقت في استخدام التكنولوجيا يسبب ايه? طبعا ارهاق العين. يبقى هنكتب له هنا ارهاق العين. وسيلة التواصل وتبادل الرسائل بين افراد العمل. هي? الالة الحزبة? ولا وحدة المعالجة المركزية? ما هما دول اللي قاعدين. طبعا بين افراد العمل المفروض هي ايه? هي البريد الالكتروني اول واحدة علشان هي اللي بتساعدني. قالت بس كلين هي النسخة الاولى من الالة الحازبة. تعمل كزا على التحكم في البيانات ومعالجة طبعا على طول تبقى ايه? تبقى معالجة البيانات او وحدة المعالجة المركزية. اكمل العبارات التالية برضو بنفس الكلمات. تقوم كزا بعرض المعلومات والنصوص والصور. الشاشة? اه الشاشة. صح? طيب. سماعات الازن الطبية. شغلها على ايه بقى? اكيد هلاقي كلمة سامعة هو. اهو في رقم تلاتة. تلاتة تساعد كزا الاشخاص زو الهمم. الذين يعانونها بمشاكل السامع. يبقى السماعات الطبية. صح? طيب. رقم اتنين. يعد كزا من الامور الهامة التي يجب مراعاتها عند مشاركة المعلومة. طبعا. اللي هي ذكرى اصحاب المعلومة. يعني انا اقول بقى المعلومة دي واخدها من فلاني. بقى لازم اذكر اصحاب المعلومة لما اجا اتكلم في معلومة معينة. اربعة. للحصول على نتائج محددة للبحس. عليك وضع ايه للجملة? علامات تنصيص. عشان انت كده هتجيب نتائج حصر. يبقى علامات ايه? التنصيص. تميز عصر الصورة الميكانيكية بظهور آلة باسكلين. يبقى الشاشة العرض المعلومات. معاك معلومة اقول مين بتاعت مين المعلومة دي? اشخاص زوالهمم بيعندهم مشاكل في السمعة. بنعمل لهم سماعات الازمة الطبية. اه عشان نجيب نتائج محددة للبحس. بنحط عليك وضع الجملة. وضع ايه للجملة? وضع علامات تنصيص عشان تظهر يعني. عصر الصورة الميكانيكية اتميز بظهور آلة لآلة الحزبة. اكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة. برضو نفس السؤال. اراء تعبر عن صاحبها منشورة على موقع الانترنت. دي اما مقالات. اما مدونات. يبقى هنختار المدونات. ماشي? طيب. يعد الاسم والعدوان وتاريخ ميلادك من ايه? من معلوماتك الشخصية? اهي البيانات الشخصية. طب اداة تساعد الاشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على قراءة الكتب الرقمية. ايه هي بقى الاداة اللي بتساعد الاشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على قراءة الكتب الرقمية? طبعا اكيد دي اللي هي ايه? برمجيات تكبير الشاشة. طب يتيح كزا ادخال الصوت الى جهاز الكمبيوتر. هتدخل من اجهزة الادخال هو المايكروفون. طيب. يعتبر كزا ضرورية لتشغيل اي جهاز? نظام التشغيل يعتبر ضرورية لتشغيل اي جهاز. طيب. يعتمد السايحون على كزا لتحديد الاماكن? السايح بيعتمد على ايه? نظام تحديد المواقع العالمي? ولا اه بحث مخصصة وليعد تشغيل الجهاز? اكيد نظام تحديد المواقع العالمي. رقم اتنين. يعتبر كزا ضرورية لتشغيل اي جهاز. اللي ضروري لتشغيل الاجهزة هو نظام التشغيل. ثلاثة. استخدام محركات كزا من طرق البحث الاطفال على شبكات الانترنس. طبعا المحركات البحث بقى المخصص الاطفال. هو ده ايه? حماية للاطفال. يمكنك كتابة سيرتك الذاتية او بحثك عن طريق برنامج. عن طريق برنامج ايه? سيرتك الذاتية. او البحث بتاعك عن طريق برنامج ايه بقى? اه? ده محتاجينه. طبعا معالجة الكلمات. معالجة الكلمات. اللي هو الورب. طيب. تساعد كزا الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع. اكيد السماعات الطبية. في حالة عدم القدرة على فتح تطبيق يبقى عيد تشغيل الجهاز مرة اخرى. وديوناها قبل كده. وصل بقى من العمود الف ما يناسبه من العمود به. اول حاجة. تمكنني من تحديد الاماكن التي ارغب في زيارتها. ايه هي دي بقى طبعا الجي بي اس. رقم اتنين. تمكنني من كتابة الحروف والارقام. على طول يبقى ده ايه? لوحة المفاتيح. مساعدتي على التنقل اذا كان لديه اذا كان لديه طرف اصطناعي. يبقى ديه هتبقى الكرسي المتحرك يعني حد والعزب الله رجله مقطوعة. يبقى الكرسي المتحرك هيساعده. تمكنه من ادخال صورته في الوقت الحاضر. يبقى على طول ده هيبقى يصور بالكاميرا وبعدين يدخل صورته في الكمبيوتر. تشمل اسمي وعنواني يبقى دي البيانات الايه الشخصية. يمكنك تحديد الاجسام المدفونة تحت الارض من خلال من خلال ايه? الرادار المخترق للارض. طب عاوز تحصر نتائج البحث. يبقى هتعمل ايه? تحطها في علامة التنصيص اللي هي الاقواس يعني. طب عشان اساعد الناس ضعف البصر اكبر لهم الشاشة. يبقى هستخدم برمجيات تكبير الشاشة. طب احد مصادر جمع البيانات الكتب والمجلات والانترنت كل دول. تمام? طيب اراء تعبر عن عن اصحابها منشورة على الانترنت. يبقى دي ايه دي اسمها ايه? المدونات الرقمية. المدونات الرقمية. يستخدم لادخال النصوص والصور من الورق لجهاز الكمبيوتر. نصوص وصور وورق على طول يبقى ده الماسح الضوئي. طب يستخدم في البحث من خلال شبكات الانترنت. يبقى ده المتصفح زي جوجل زي مثلا فايرفوكس كده. يستخدم في تحديد اماكن الاشياء. احدد اماكن الاشياء من خلال اقمار الصناعية. يبقى ده التواصل الاجتماعي مع زميلك بصوت والصورة. يبقى دي محادسة الفيديو. انك بتعمل محادسة ايه? فيديو. طيب لوحة المفاتيح بتعمل ايه? طبعا لوحة المفاتيح ادخال الحروف والاركام. طب مكبر الصوت. طبعا مكبر الصوت يقوم باخراج معلومات سمعية. اللي هو الميكروفون يعني. شاشة العرض تقوم بعرض المعلومات البصرية. يبقى العرض بالبصر والصوت بالسمع وسهلة هي. المعلومات الشخصية اللي هي اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك والحاجات دي. طيب محادسات منظمة بين اثنين او اكثر. للحصول على المعلومات اللازمة لموضوع ما. بنسميها ايه? مقابلات. على الانترنت برضو. زي برنامج زوم وزي برنامج اوفيس. طيب. احد المصادر الرقمية التي تمكنك من الحصول على المعلومات. مصادر الرقمية تمكنك من الحصول على المعلومات. يبقى الكتب الالكترونية. لان تحميل ملفات مش هديكو الرسائل المزعجة لأ. تنزيل الملفات من شبكة الانترنت الى جهازك. ده تحميل. ده اللي انا بحمله. طب اعلانات عن احد المنتجات او الحصول عليها دي بنسميها سبام اللي هي الرسائل المزعجة او الاعلانات الزائفة. بعدين السؤال الخامس. اقرأ العبارة التالية وضع خطا تحت اختيارك. طلب منك معلمك كتابة مقال حول موضوع اكتشاف اعطال الكمبيوتر. فانت بحاجة الى ان انا احدد عنوان الوقالة? العب كمبيوتر ولا اسباب اعطال جهاز الكمبيوتر? طبعا هعمل ايه هنا هنا بقى? اكيد اسباب اعطال الكمبيوتر. يعني حاول موضوعك تشاف الكمبيوتر ويبقى اسباب الاعطال. طب حدد المصادر المناسبة التي تستخدمها لجمع البيانات والمعلومات. لبحثك. يبقى هنا هعمل ايه? هشتغل مع مين? اعمل مقابلات مباشرة مع المعلمين والزملاء عشان احدد المعلومات دي. طب كيف تصير اهتمام جمهورك لقراءة البحث? احط عنوان جذاب. لما احط عنوان جذاب للمقالة يبقى انا كده ايه? اثرتهم. اقرأ العبارة تالياس وضع خطا تحت اختيارك. طلب منك زميلك مساعدته في البحث على ملف داخل جهاز الكمبيوتر. يبقى انت عايز ايه? فتح الماسح الضوئي ولا جهاز الكمبيوتر? ها? يبقى انت عايز ايه فيهم? جهاز الكمبيوتر. طيب. تحديد. اسم الملف ولا الطبعة? طبعا اسم الملف. طب هتختار برنامج الورد ولا صندوق البحث? طبعا هتختار صندوق البحث. تمام? طيب. تعتبر الاقراص المدمجة. من الاقراص المدمجة اللي هي الاستوانة يعني. من الرقمية ولا الورقية? من غير كلام رقمية. طب من المصادر التي يفضل استخدامها لجمع البيانات. مواقع التواصل الاجتماعي ولا استطلاع الرأي والمقابلات. جمع البيانات. يبقى اكيد استطلاع الرأي والمقابلات. لسهولة قراءة النتائج التي حصلت عليها. ايه? طبعا استخدم الرسم البياني. طب قيام احد الاشخاص بمشاركة صورة لك دون استئزانك. يعد ام غير لائق. واحد خد حاجة مش بتاعتي بقى ده غير ايه? غير لائق. من احدى ايجابيات ادوات تكنولوجيا المعلومات. طبعا اكيد الايه? اللي هي تحميل صور لاستخدامها في بحثك ولا التنمر على الاصدقاء? هي المفروض ايه? تحميل صور وتستخدمها في بحثك عن المعلومات يعني حاجة تفتك. يعتبر حدوث عطل في اي جهاز كمبيوتر امرا? محتملا ووارد لاي اي لاي شيء. تمام? كده يبقى خلصنا كل اسئلة التكنولوجيا. نتمنى من الجميع الفهم لو في اي سؤال كلمونا فيه. هنسيب لكم روابط الحاجة بالاجابات تحت الفيديو. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو لو شارك بالقناة. شكرا. السلام عليكم ورحمة